جهود متواصلة تبذلها الدولة للاحتفاظ بالمهن التاريخية والتي اشتهرت بها العديد من محافظة مصر وتأتي على رأس تلك المحافظات محافظة قنة التي اشتهرت بعصر الغلال وتحضير الزيوت ولسيما في مدينة قوس أكثر من 250 عاما مرت على هذا المكان وهو يواصل طحنة وعصر مختلف أنواع الغلال وإنتاج الزيت الطبيعي طوال هذه السنوات احتفظت معصرة الحق يوسف زارع للزيوت الطبيعية في مركز قوس بمحافظة قنة احتفظت بشهراتها المحلية والعالمية وبإقبال الناس عليها كونها الأقدم في صعيد مصر كانت الزيوت التي ننتجها هنا زيوت الأكل لزمسم والخص والقرطم وكان كل أسبوع مثلا عصرة حبة البركة حبة الجزر حبة الجرجير ورغم أن تلك المعصرات عملوا بالطرق البدائية إلا أنها تعبر عن تاريخ عتيق يخرج من بين أحجارها زيت مختلف ألوانه يستخدمه الجميع في العديد من الوصفات العلاجية الحبة البركة ومع الجزر ومع الجرجير ابتدنا توسع طبعا بنصر البكدونس الشمر الكزبرة الحلبة الفاجل التوم في كل صباح تقوم معصرة الحاج يوسف لتحني أنواع متعددة من الغلال والحبوب وكلما دارت الأحجار امتلأت الأواني زيتها هو الأنقى من بين الزيوت الطبيعية التي تنتجها سواعد الصناع المهرة بنقشر البراش اللي هي دي يعني فبنحط الغل على الحيار وكده وبنقشرها وبنضلها البجرة بنلف عليه وبنطحنها وكده وبنحطها تاني في البراش ونجبسها وتعتمد صناعة استخراج الزيوت الطبيعية على البذور والنباتات من انتاج الزيوت كبذرة حبة البركة والجرجير والسمسم والزيتون وغيرها والتي منها ما يستخدم في أغراض الطعام أو العلاج ترجمة نانسي قنقر